الأرقام الموجودة اليوم والتي تصدرها المندوبية السامية تخطيط كلها تتأكد بأن هناك واحد الهبوط يعني نسبي في التضخم سينزل شهر على شهر فالحكومة قامت مجموعة الإجراءات آخرها هو الإجراء المتعلق بالدعم المهني النقل وجبت مجموعة المبادرات التي ستطلق بداية من السنة المقبلة وكين جزء منها ستطلق خلال شهر دجمبر تعويضات العائلية المباشرة دجمبر هناك واحد المجموعة للفئات التي لم تكن لديها دعم مباشر اليوم ستستفيد من دعم مباشر أيضا الدعم السكن الذي سنطلق حتى هو في يناير دعم مهم وسيساعد خاصة طبقات المتوسطة أو المقبلين على الزواج أو للأسر التي تكونت هذا سيعون المواطنين والأسر على أن يتعاونوا في تكلفة السكن صندوق المقاسة المجهود التي تقوم به سيستمر في السنوات المقبلة الدعم الذي تخصص وزارة الفلاحة والذي يهم مختلف المواد الاستهلاكية اليوم بما فيها الخضر والفواكية خاصة الخضر لإجراءات التي تعملت على اللحوم صحيح أنها لم تحقق خاصة ذلك الشيء الذي كان تمحوله بشكل كبير لكن خفضت نسبيا وتحكمات وحققت واحد النوع للإستقرار فالحكومة تتابع هذا الموضوع هذا بكل يعني الأهمية التي يحتاجوا ونضع عيننا طبعا على المؤشرات التي تصدر فكل مرة مرة نتابع هذا الموضوع ونشوف الحجم والحاجة نحو نحو التدخل إما بإجراءات أننا نخفض ضرائب معينة أولا ندرس الإمكانيات تابعونا على مواقع التباصل الاجتماعي وما تنسوش تفعيل الجرس والضغط على زر أبني بشي وسلكم كل جديد